وحدث يجب التوقف أمامه بشكل عظيم وجيد أنه بكرة الافتتاح الرسمي لمطار سفينكس الدولي مطار البلد اتعمل فيها مطار اتكلف عشرات الملايين النهاردة وصلته رحلة تجارية تجربية جاية من أسوار المطار ها حاجة جميلة جدا أنه أنت يفتح عندك مطار في سن تكتوب مطار صغير أو كل حاجة ولكن هو يعني للطيران الداخلي وأنا أظن أن بعد كده حيتم استخدامه لبعض الرحلات الدولية القصيرة وزير الطيران والدولة في صمت شديد عملت المطار دي مطار أن يظهر عندك مطار أنتوا عارفين يعني أصدوهية مش بالسهولة دي أن يبقى فيه مطار بأمنه بمدرجه بطياراته ببرج المرابة بتاعته بمهندسينه بتأمينه شيء عظيم شيء جبار شيء إيجابي جدا وبعد كده اللي بيحصل إيه؟ المنطقة دي حتى تكامل المنطقة دي في كتوبر فالناس بعد ما تعمل الرحلة بتاعتها في أسوان السياح يروحوا جايين نازلين هنا في مطار سفينكس جنب الهرم يروحوا زيرين الهرم وبعد الهرم يروحوا المتحف المصري الكبير التكامل النفق اللي بيتعمل دلوقتي في طريق نازلة السمان علشان السياح لا تعدي في زبالة ولا في عرف اللي هو يوصل لغاية منطقة الهرم ومنطقة المتحف هذه المنطقة هي مسلس الدهب الجديد في مصر أنا بقول للناس اللي عايز يأكل عيش يروحوا في المنطقة دي دلوقتي وأنا وأنت هو مسلس دهب جديد في مصر المطار مع الهرم مع المتحف مع الفنادق هذه المنطقة ستكون من أجمل المناطق في العالم من أجمل المناطق في العالم تطوير منطقة الهرم شركة كبيرة هي اللي بتطور منطقة الهرم تطوير الطريق للهرم عمل الهرم بتاع سفينكس المتحف الكبير اللي حيبقى الأعجوبة التمنى المتحف الكبير ده هيبقى الأعجوبة التمنى في العالم شي جميل يفرحك حتى الناس اللي ساكنة زي حالاتي في كتوبر كده بدل ما بتاخد الطيارة ساعتين بعد كده الطيارة الداخل ده انت لو رايح شارم الشيخ لو رايح أسود لو في طيارات اللي هي اللو باجت اللي هي بتطلع عجدة رياض دبي مش عارف بيروت طيارات صغيرة تركب تقلل المطار مصروف عليه رقم كبير فدي حكاية نسعد بيها وحكاية ننظر لها بكثير من التقدير وكثير من الانتظار انك تستنى بقى تشوف المنطقة دي لما تتحول خلاص بقى حرام العسوائية في المنطقة دي